سلام الله ينضم إلينا الآن مراسلنا فادي العصى مساء الخير فادي هل ما زالت اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في نابلس متواصلة حتى اللحظة؟ صحيح هذا ما يشير إليه الميدان ويبدو أنها تتصاعد أصلا خاصة في منطقة حوارة التي شهدت مقتل المستوطنين اليوم بعملية قام بها مقاوم وستطاع الاختفاء ما أثار جنون جيش الاحتلال كما يقول الفلسطينيون أن الجيش ينتشر في هذه المنطقة الجنوبية من مدينة نابلس بشكل كبير وهو أيضا يؤمن اقتحام وتواجد المستوطنين لأن هذا الشارع الذي قتل فيه هذين المستوطنين يمر منه مجموعة من المستوطنين الذين يسكنون المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين هناك بعد العملية مباشرة كان هناك حصار لمدينة نابلس وإغلاق كامل لمنطقة حوارة وبلدة بيتها وكذلك أيضا هذا الإغلاق الذي يفرضه جيش الاحتلال هاجم استغله المستوطنون وهاجموا فيه المواطنين الفلسطينيين هناك لغاية اللحظة الحصيلة عن أكثر من مئة مصاب أبرزهم شهيد قبل قليل أعلنت عنه وزارة الصحة الفلسطينية سامح أقصى سبعة وثلاثون عاما كان أصيب بالرصاص في البطل لا يعرف إذا كان أصيب بالرصاص المستوطنين أم رصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي لأن المستوطنين يشنون هجمات كبيرة وواسعة الألسنة اللهب والدخان تنتشر وتشتعل في مناطق مختلفة من بلدة حوارة جنوبي مدينة نابلس هناك كما ذكرنا مئة مصاب منهم من تعرض لطعن من قبل المستوطنين عدة طعنات وصفت حالته بالمستقرة قبل قليل وصلنا أنباء أيضا عن محاصرة مركز ابن سينا الطبي وهو هذا المركز يتبع للهلال الأحمر الفلسطيني ومركز طبي في منطقة حوارة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وجيش الاحتلال يمنع مركبات الإسعاف من الخروج والوصول إلى مصابين يعتدي عليهم المستوطنين أيضا من الإحصائيات التي ترد لغاية اللحظة أن هناك عدد من المنازل ليس أقل من عشرة منازل على الأقل احترقت وما بين تعرضت الاعتداء من قبل المستوطنين الذين أشعلوا في هذه المنازل وحاصروا مواطنين فيها وأيضا منشآت تجارية وكذلك مركبات أحرقوها في المكان ومازالوا يشنون هجماتهم في مختلف المناطق ليس فقط في حوار الأمر فقط بقي هناك وأنما امتد إلى منطقة عصير القبلية التي شهدت أيضا إطلاق رصاص من قبل المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وأيضا في منطقة بورين في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس وبالتالي نحن نتحدث عن حصار جديد على مدينة نابلس يفرضه جيش الاحتلال على المدينة ومن ثم أيضا في المنطقة منطقة حوار التي شهدت العملية هذا اليوم ما زالت الحرائق تشتعل في المنازل الشوارع وفي مركبات المواطنين الفلسطينيين وإصابات تسجل ومركبات إسعاف تمنع من نقل المصابين طبعا العملية جاءت كرد ميداني على اجتماع العقبة فادي عقبها هذا الرد الإسرائيلي العنيف في نابلس وفي معظم مناطق نابلس هل من ردود فاعل للفصائل الفلسطينية بعد هذا الرد الفاعل العنيف من قبل القوات الإسرائيلية في نابلس؟ لا ننسى أن الأمر لم يكن بداية مع هذه العملية وإنما كان في مجزرة نابلس كما يصفها الفلسطينيون يوم الأربعاء الماضي لم يمر عليها أسبوع فقط 11 شهيدا نحن نتحدث وبالتالي هي يعتبرها الفلسطينيون أنها جاءت ردا بسيطا حتى كما يصفه الفلسطينيون في الشارع هنا على المجزرة التي حدثت في منطقة نابلس ولكن سياسيا كل هذا الأمر يبدو أن السياسيين في واد والواقع في واد مختلف تماما لأن ما رشحت عنه الاجتماع الأمني في العقبة اليوم يتحدث عن محاولة استعادة الهدوء الذي لا يبدو واضحا محاولة إيقاف التوسع الاستيطاني الذي أعلن نتنياهو رئيس وزراء الإسرائيلية عنه أنه لن يتوقف ووقف الاقتحامات للمناطق الفلسطينية هذه أبرز الثلاث نقاط التي تسعى السلطة الفلسطينية للوصول إليها وهذا واضح من خلال الحصار الذي تفرضه جيش الاحتلال الآن على منطقة نابلس كذلك أيضا الردود الفعل الفلسطيني الأخرى كانت من كثير من الفصائل حتى المنضوية تحت منظمة التحرير التي تعترف بإسرائيل رفضت هذا اللقاء الأمني واعتبرته هو تساوق مع احتياجات إسرائيل الأمنية وليس لخدمة الشعب الفلسطيني وللقضاء على المقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية وخاصة في منطقتين نابلس وجنين نعم شكرا جزيلا لك فادي العاصة كنت معنا من رمالة